في عناوين الصحف الصادرة اليوم زيهيم صباح النور بونزورة حسيم لكنتي نسكر اسموا فينا على إذاعة الحياة الفاهم كنا عدا لقاية هذا نقرأ وشنا كتبس حفتونسي لليوم لكلهم يحكيوا على البرلمان وعودة البرلمان والحياة تعود من جديد إلى البرلمان نبدأ بجريدة الصباح فيها برشا مقالات بعد نحو عشرين شهرا على إغلاقه الحياة تعود للبرلمان وبودربالة رئيسا برشا مقالات في هذا الخصوص على كل التفاصيل اللي رافقت الجلسة الافتتاحية البارح اللي تم انتخابهم بودربالة رئيس سوصل المبروك نائبة أولى وأنور المرزوجي نائبا ثانيا لرئيس المجلس تلقوا زيدة بقى الآخر بودربالة من المحامات إلى رئاسة البرلمان تلقوا زيدة البرلمان الجديد يفتتح أشغاله موصيدا أبوابه في وجوه الصحفين وهي النقطة اللي حكيت فيها كل الصحف صادرة لليوم رجال اليوم ما فما ندوة صحفية باش تعمل هالنقابة بخصوص اللي صار البارح لحقيقة وعملية المنع اللي صارت للصحفين الكل باستثناء التلفزة الوطنية ووكالة تونسي فريقية للأنباء وفما تأكيد اليوم في صحف تونسية الكل على أنه الأعلام هو الكله عنده نفس الهدف ولإنارة الرأي العام فماش أعلام عمومي مثل هيدف وأعلام خاص أو جمعيتي ما هوش هيدف وإلا ينجم يخدم ضد مصلحة الدولة ولا ضد مصلحة البرنامي الكله في نفس الهدف كما العمومي كما الخاص كما الجمعيتي كما النس كلها كيف كيف في تفاصيل المقال في صفحة ثلاثة نرجو على التفاصيل لرفقة البارح الكل اعتبر زيدا أنه قرار غير مسبوق وانت هيك صارخ لحق ممثلي وسائل الأعلام الوطنية والدولية في العمل حسب قوية المهنة الصحفية وحتى زيدا حسيم ممثلي وسائل الأعلام الأجنبية راهم زيدا كيف كيف راهم متوينسا يخدموا معناها في المكاتب هذية وراهم اتعالا اتعالا اشنو السبب السبب معناها اليوم أنك أنت هنا في محطات انتخابية سيبقى من الفين واحدة حتى نكشل الخمسة وعشرين جويلية معناها قبل ما يصير حرك خمسة وعشرين جويلية ما فهم حتى يعني صحفي يتمنع من الدخول إلى المجلس لتغطية الجنسات أصلا هذيك حسيم يعني يعمل إجراءات وكل شي يبدأ مثال بعث مطلب وقابل إجراءات اللازمة والأجراءات لكل عملها يخدم على روحه ما فهمش عليش معناها لحقيقة نقطة هذه البارح اللي كيما نقوله كانت عملت نقطة استفهام كبيرة طرحة نقطة استفهام كبيرة على منع أصحفين وخاصة كيفاش مش يتم التعامل مع أصحفين البارح رئيس البرلمان في تصريح قال بأنه بش نحاول نلقى علاقة جيدة معناها نتج نحو توطيد العلاقات مع وسيل الأعلام أما بعض التصريحات من هنا وهناك لكلهم يقولك معناها وكأن الأعلام حبوا الجلسة الأولى تتعدى دون أعلام فاطمة المسدي اللي هي نائب قالت بأنه مجموعة من النواب ارتقوا قبل الجلسة وقبل أداء اليمين أن الأعلام ما يحذرش الكل فقط الاكتيفة على التلفزة الوطنية وكالتون صفريق قال الأنبي بعد فما تصريحات أخرى لبعض النواب قالوا لي ما نعرفوش شكون الإخذاء قرار منع الصحفيين من دخول البرلمان ويقولوا هذا القرار ما هوش من البرلمان في إشارة إلى أنه القرار من الرئاسة على كل ما زلنا نبحث عن المصدر اللي أعطى توجيهة هذه وإلا هذا القرار مقال آخر في نفس صفحة جلسة افتتاحية للبرلمان دون صحافة منعت من حضورها المؤسسات الإعلامية الخاصة المحلية وكذلك الدولية في صفحة أربعة هل انتهت التدبير الاستثنائية مع انطلاق جلسات البرلمان البرحة حاولنا نجيبه عليه في غيكاب ميدي إذا كان الأمر 117 تعمل لأنه وقته تم تجميد عمل البرلمان فإنه بعودة البرلمان يكون انتهى العمل بالفصل أو بالمرسوم عفوا 117 وبالتالي خروجنا من التدبير الاستثنائية في صفحة الخامسة برشا مقالات على الهيكل النقبية للتعليم جماعة التعليم الثانوي تتمسك بقرار حجب الأعداد والأساتي ذا النواب قاطعوا الامتحانات أزمة التعليم مازالت مستمرة الاتحاد البارح في الهيئة الإدارية الوطنية يمتعوا في جزيرة قرقنا يتمسك بالاتفاقات ومستعد للتحرك سمير الشفي الأمين العام المساعد يصرح ويقول أي دينا ممدودة للحوار الجدي والمسؤول لفضل الإشكاليات وبرشا مقالات أخرين في الصفحة الرابعة نحكي وزيد على الكتل في البرلمان نواب جودود حاولوا يفسروا تصريح الرئيس في وقت ليمشي نهار سبت لسنيب لابريس نواب جودود يقولوا أنه مين الجمهور يخدموا دون كتل برلمانية ويقولوا أنه تصريح الرئيس أوسيئة فهمه والبارح الرئيس عاود أحكي على الكتل مرة أخرى وحتى رئيس البرلمان في تصريحاته البرلمان قال أنه البرلمان كتلة واحدة في إشارة إلى نفس توجه رئيس الجمهورية لأنه مش مش تتعمل كتل رغم أنه فصل 62 من الدستور ينص على أنه نائب إذا خرج من كتلة إلى كتلة فإنه يعتبروا أنه تخلى يعني على العضوية متاعه في البرلمان على كلتها ونشوفوا نهاير ولا اثنين ونعرفوا شنوى ما تصير الكتل هل فيش تتشكل وإلا ما تتشكلش في صفحة أو في جريدة أشرق في صفحتها الأولى بالبونت الأحمر العريض بودر بيلا رئيسا بعد جلسة دامة عشر ساعات في البرلمان أنور المرزوجي وسوصن المبروك نائبين رسالة تسعيد إلى نواب الجدد زيدة البارح وقت لمشي المعتمدية غرديماء من ولاية جندوبة كان وجه رسالة وقالهم بأنه الشعب يرقبكم أنتم تحت مرقبة الشعب وراه ينجم يسحب منكم الثقة إذا ما كنتوش قد المسؤولية نلقا زيدة كيف كيف مقالة أخرى في صفحة الرابعة على بودر بيلا رئيسا النواب متاع وزيدة كيف كيف وكيف اجتمت خاصة البارح الانتخابات عدد الأصوات ونضطر وزيدة إلى المرور إلى دورة ثانية لاستكمال معناه العملية الانتخابية الانتخاب رئيس البرلمان وبرشة تفاصيل أخرى حتى في علاقة بمنع الصحفيين من دخول البرلمان في صفحة الخامسة ببرشة مقالة تجديدة تخص البرلمان إداع النائب وجدي الغاوي السجن بعد إخراج البارح من الجلسة العامة في شبهة في شبهة تزوير تزكيات ولا هذي هي كانت القضية متاعه إذن زيدة كيف كيف عبد الرزيق الخلولي اللي هو عن حراك رئيس المكتب السيسي اللي حراك خمسة عشرين جويلية يقول بعد انتخاب رئيس البرلمان المجلس سينقسم إلى كتلتين بين بودربيل اللي يقول كتلة واحدة وبين الحراك اللي يقول الكتلتين وبين الرئيس اللي يقول ما فهم مش كتلة كل ذا كتلة واحدة دونك الحقيقة موضوع الكتلة هذا ما تروح بشكل كبير هتعوا نشوف وشن هو اللي تمتاعه هو البارح زادة في نفس الإطار باعتباره البارح كانت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الشعب عضاء المجلس النواب المنحل كانوا نزلوا بيان بيان البارح كانوا تحثوا أنه البرلمان الجديد غير شرعي لأنه بني على انقلاب على الدستور هذا حسب تعبيرهم ومو كانوا اضافوا أنه ما بني على باطل فهو باطل ويفتقد للمشروعية بعد مقاطعة 90% من الشعب التونسي ولا صلاحيات له ورئيسه الفعلي هو رئيس الجمهورية قيس إسعيد هذا تقريبا أهم ما جاء في نص البيان اللي كانوا أصدروا عدد من مجلس المنحل في الصفحة الخامسة كيف نحكي على منع الصحفيين الأعلام الخاص من تغطية الجلسة الافتتاحية اعتبرتها جريدة أشروق نقطة سوداء في تاريخ البرلمان الجديد في الصفحة السادسة حاولت جريدة أشروق أنها ترصد أراء عدد من المواطنين في بعض الجهات من انتظاراتهم من البرلمان الجديد دونك بارشانيس يعني عبرت على انتظاراتها أنه البرلمان هذية يشتغل على البنية التحتية على تركيز محاولات للحد من الازحام المروري هذا خاصة بعض نشطاء المجتمع المدني والمواطنين في ولاية سوسة في ولاية بنزارة انتظارات الأهالي والمجتمع المدني من البرلمان الجديد تتلخص في العدالة الاجتماعية وتجنب التجاذبات السياسية أيضا اليوم في صفحة ثمانية تقرأوا مقال على نسبة الزيادة في مواد التنظيف في أسعار مواد التنظيف فقط عشرة في المية في فيفري وارتفاع غير مبرر تقول جريدة الشروق اليوم وتقول أنه النوع هذية خاصة مواد التنظيف وليت مصدر أرباح هما ضعت إلى تحديدها مش الربح وحكي تزيد على ارتفاع كلفة الانتج في صفحة تسعة مقال على الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تمسك بالحوار واستعداد للنظال وفما تأكيد البارح بأنهم هما مهمش هوة إضرابة ولكن ساعة يحتم عليهم الأمر الذهاب نحو تنفيذ إضراب في جريدة الصحافة لليوم حكيت تقريبا على نفس المواضيع البارح على الجلسة الافتتاحية للبرلمان حكيت زدف الافتتاحية على وضعية مؤسسة وفي صفحة الثالثة أحكيت زدى على الجلسة الافتتاحية خارج التغطية بعد منع صحفين محلين والأجانب من دخول مجلس نواب الشعب أحكيت على اتحاد الشغل البارح اللي تمسك بما بات وثوابته وخيارنا الوطني لن يثنينا عن أحد حسب تصريحات نوردين الطبوبي البارح أحكيت زدى كيف كيف على أنه الهوامش أهم من الحدث انتلاق عمل المجلس النهيب الجديد النواب 152 نائب فقط المفاجأة غير السارة الأولى التي تعتبرها جريدة الصحفة لليوم وهي الحدث الأبرز هي إقصاء الأعلام من مواكبة الحدث وتقول نقول إقصاء وليس في ذلك تعميم أو مغالاة لأنه حصر التغطية والعمل الصحفي على فئة فقط من وسائل الأعلام لا مبرر له ولا يمكن تفسيره بغير الرغبة في التعتيم والتوظيف والأخطر من ذلك التشويش على الحدث والتسبب بالتالي في الشوشرة على رئيس الجمهورية وعلى 25 جوليا فالأعلام العمومي والخاص عندهم نفس الرسالة وكذلك الأمر بالنسبة إلى وسائل الأعلام الأجنبية اللي يشتغل فيها صحفيون توينسا في إطار القانون وهم متشبعون بالعزة الوطنية وبالخصال المهنية في صفحة سابعة من جريدات الصحف اليوم نحكيه على الأسئلة النواب لقر حجب الامتحانات قرابة 6000 تلم تقريبا مش يكونوا دون امتحانات وأزمة التعليم يعني ماشي وتتمدد من غير أي حلول رغم الوزير الجديد اللي هو نقابي وابن اتحاد الشغل ولكن حتى شايمه يمشي في تجاه حل أزمة التعليم في جريدة المغرب أحكيت على برشة مواضية على البرلمان بتابعة الحال الافتتاحية بقلم الزمين زيادة كريشان الوظيفة التشريعية أمام تحديات السلطة أحكيت على تفاصيل الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب أحكيت زيدة على انتخاب إبراهيم بودربيل رئيس للبرلمان الجديد أحكيت زيدة على منع صحفين من تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان واعتبرت انه هذا في حق أو ضرب لحق دستوري ولحق المواطن في المعلومة جريدة لاب ريس زيدة كيف كيف أحكيت على انه العودة تعود إلى باردو البارح بعودة البرلمان وانتخاب إبراهيم بودربيل رئيسا لمجلس نواب الشعب أحكيت أيضا على الأعلام اللي تم استثناءه ومعطاوش الحق بش يدخل إلى مجلس نواب الشعب إذن كل الصحف تقريبا اليوم تشاركت في نفس المواضيع كيف كيف جريدة لطنز كيف كيف أحكيت على ميلاد برلمان ما بعد 25 جوليا بكيف التفاصيل اللي رفقت البارح الجلسة الافتتاحية وضع تقريبا كل الجلائة تحكي على الجلسة الافتتاحية للبرلمان وخاصة منع الصحفيين من تغطية هذا الحدث نعود ذكر اليوم إن شاء الله نقاب الوطنيين الصحفيين التونسيين بشت تعقد نتوى صحفية من خلال لتطرق لما وقع يوم أمس في علاقة بمنع الصحفيين من الدخول إلى المجلس هاتك صحة سيهب ركاب كالعادة إن شاء الله نتقبل ملاحظة نصح هاتك الماضي الساعة ونص في ركاب ميديا عودة على آخر المستجدات التصريحات ومتابعة وسبعة سبعة سبعين ميتين وثماني وثمانين ثلاثمية وثنين وعشرين إذا كانت حابة تتواصل معنا في مختلف برامج إذاعة الحياة فهم سينا هذاش ناو كان عنا بالنسبة لليوم في الروفو دو برس روفو دو برس قراءة في عنوين الصحف الصدر اليوم